على ضوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والذي يرزح للعام العاشر على التوالي تحت وطأة الحصار الإسرائيلي حذرت القوى الوطنية والإسلامية من خطورة تداعيات ما ألت إليها هذه الأوضاع ونتائجها السلبية على المواطنين في القطاع التي زادت من مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحياتية ودفعت بالكثير من الشباب إلى التفكير في الهجرة بحثا عن الاستقرار الوضع في قطاع غزة أصبح لا يطاق بالمعنى الإنساني يوم بعد يوم تتفاقم أزمات ومشكلات ستفضي إلى مزيد من المشكلات الاجتماعية وزاد الانقسام الفلسطيني الداخلي برأي الفلسطينين في مفاقمة تدهور هذه الأوضاع والذي أدى بشكل أساسي لعدم تسلم حكومة التوافق الوطني لمسؤوليتها في القطاع لذا تتواصل المطالبات لطرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية تخلص من التنائية الضارة والتخلص من التدخلات الإقليمية بوركة المصالح الفلسطينية والجلوس إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني من أجل أن نضع الاتفاقيات الموقعة موضع تنفيذ وتطبيق الوصول لحكومة وحدة وطنية تسم بوحدة المؤسسات وتحضر لانتخابات وتعالج قضايا المجتمع ويخشى الفلسطينيون من تماد الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بالأراضي الفلسطينية في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إيقافها خوفا من انفجار كبير في المنطقة تزاد ضبابية المشهد في قطاع غزة والانعكاسات السلبية على المواطنين فيه والذين باتوا ما بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي من جهة وسندان الانقسام الداخلي من جهة أخرى محمد بعلوشة الإخبارية قطاع غزة